موسيقى أهلا بكم مشاهدين في نشط الأخبار معكم مريم بن عيسى الوداية من بريطانيا حيث سيتم اليوم دفن الملكة إليزابيت الثانية إلى جانب الأمير فليب حيث يجتمع العالم في لندن للاحتفاء بحياتها الطويلة البكرسة لخدمة الأمة البريطانية ويتم أحياء ذكر الراحلة من خلال جنازة رسمية سيقوم خلالها كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم وزعماء الدينيون وجميع أفراد أسرتها بتكريم التزام الملكة تجاه بلدها وحبها لعائلتها وتفانيها لشعبها وستختتم جنازة إليزابيت الثانية بتقوص جنازة خاصة وشخصية في كنيسة الملك جورز السادثة التذكارية في قلعة وينتزور حيث ستنضم إلى والدها وواليدتها وأختها وزوجها دوق إدنبرا ومن المتوقع أن يسير مئات الآلاف من الأشخاص على الطريق البالغ طوله 35 كم من لندن إلى وينتزور في غرب العاصمة ويمثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم بلندن صاحب الجلالة الملك محمد الثادث في مراسيم جنازة الملكة إليزابيت الثانية وكان صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصل أمس إلى مطار ستانستيد حيث وجه سموه في استقباله ممثلا خاص لجلالة الملك تشارلز الثالث وسفير صاحب الجلالة بلندن والقنصل العام للمملكة المغربية بلندن كما حضر صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بقصر باكينغ هام بلندن حفل استقبال أقامه الملك تشارلز الثالث على شرف كبار الشخصيات التي قدمت لحضور مراسيم جنازة الملكة إليزابيت الثانية التي تقام اليوم على صعيد آخر وفي تصريح لإنفاندكات ببوينو سايرس أكد النائب البرلماني السابق والقيادي في حزب المقترح الجمهوري الأرجنطيني خرخي إنريكز أكد أن المغرب بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس شهد إصلاحات كبرى همت مختلف المجالات وشاملت كافة المستويات نتابع المغرب شهد في عهد جلالة الملك محمد السادس إصلاحات مهمة وتمكن من أن يحافظ على آصلاته وفي الآن ذاته من أن يواكب الحداثة والانفتاح وقد همت الإصلاحات العديد من المجالات الدستورية والاجتماعية ومن بينها أيضا إصلاح مدونة الأسرة ويتعلق الأمر في نظري بإنجازات مهمة لسيما وأنها تمت بفضل جلالة الملك محمد السادس الضامن لدولة الحق والقانون المؤسسات تلعب دورا مهما جدا في الدولة الحديثة فعندما نتوفر على مؤسسة قوية فإن ذلك يساهم في ضمان تطبيق القانون ويساهم أيضا في جلب الاستثمارات التي تعني فرص العمل وبالتالي تحقيق التقدم الاجتماعي وفي عهد جلالة الملك تمكن المغرب من تحقيق تعزيز دولة المؤسسة القوية والتنافسية الاقتصادية مما أهله ليكون أول مستثمر في غرب إفريقيا وثاني مستثمر على المستوى القاري كما تمكنت المملكة من تحقيق التماسك الاجتماعي وهذا أمر أساسي حيث أن جلالة الملك يعتبر رمزا لوحدة الأمة ثم هناك انفتاح المغرب على العالم باعتبار أن ذلك ينظر إليه كفرصة لتنويع الشراكة مع مختلف التكتلات الإقليمية والمغرب أمة قوية أثبتت جدارتها عبر الطريق وتمكنت من تجاوز كل التحديات التي واجهتها منذ فجر الاستقلال وأعتقد أن المغرب والأرجنتين مدعوان اليوم إلى تمتين أكبر لعلاقتهما في العديد من المجالات وفي مقدمتها الابتكارات التكنولوجية والمعادن والتنمية المستدامة والسياحة والقطاع الفلاحي والأسمدة من مالي هذه المرة حيث افتتح المجلس الاتحادي الوطني لمريدية طريقة التجانية بالعاصمة باماكو مقره الجديد بحضور وزير شؤون الدينية والمعتقد والعراف المالي محمد كوني وسفير صاحب الجلالة بمالي إدريس اسبعين كوثر تجاري في المتابعة افتتح المجلس الاتحادي الوطني لمريدية طريقة التجانية باماكو مقره الجديد بحضور وزير شؤون الدينية والمعتقد والأعراف المالي محمد كوني وسفير صاحب الجلالة بمالي إدريس اسبعين يأتي افتتاح هذا المقر في إطار تعاون صريح وودي بين مالي والمغرب كما أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقوم بعدة مبادرات لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين ونحن سعداء بجهود المملكة المغربية في تكوين الأئمة الماليين وتميز هذا الحفل أيضا بحضور رئيس المجلس الاتحادي الوطني لمريد طريقة التجانية وشخصيات سياسية ودينية والسلطات المحلية المغرب سيدعم على دوام المجلس الاتحادي الوطني لمريد طريقة التجانية حتى يعم السلم والتماسك الاجتماعي بمالي كما أبرز رئيس المجلس الاتحادي الوطني لمريد طريقة التجانية العلاقات العريقة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية مالي مذكرا بالروحانية الكبرى المستمدة من المذهب المالكي الذي يدعو إلى إسلام متسامح متابع مع تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش فرد قيود على إصدار التأشيرات للمواطنين الروس الراغبين بزيارة بلدان الاتحاد الأوروبي فكرة غير جيدة معربا عن أمله في إزالة هذه القيود بعد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية التقرير أسما عمراني مجموعة من الدول الأوروبية قررت حذر دخول مواطني روسيا وبيلاروسيا الحاصلين على تأشيرة شينغن الصادرة عن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي حسب وزارة الخارجية الإسطونية ويتعلق الأمر بكل من إسطونيا ولدفيا ولتوانيا وبولندا وسويسرا وعلق الاتحاد الأوروبي تماما اتفاقية تسهيل التأشير مع روسيا والتي كانت سارية منذ العام 2007 الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش اعتبر هذه المسألة بأنها فكرة غير جيدة معربا عن أمله في أن تزول هذه القيود بعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا وأضاف أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تضهورت في الكثير من الجوانب منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأنه يأمل أن تختفي كل هذه المواقف بعد انتهاء النزاع وحول مسألة إصدار التأشيرات الأمريكية للديبلوماسيين الروس الراغبين بالمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة أعرب جوتريش عن شكوكه في أن التحكيمة سيساعد في حل هذه المشكلة وستطبق القواعد العامة لإصدار التأشيرات على المواطنين الروس حيث سيتم ارتفاع تكلفة الحصول على التأشيرة ومدة معالجة الطلبات وستكون هناك حاجة إلى تقديم مستندات إضافية لطلب التأشيرة بالسنغال كشف الوزير الأول أمادوبا ستارة عن لائحة أعضاء حكومته المكونة من 38 وزيرا ويعد أمادوبا الذي شغل منصبي وزير الشؤون الخارجية ووزير الاقتصاد في وقت سابق رابعة شخصية تتقلد هذا المنصب تفاصيل أوفا في تقرير رغدا قبوري الوزير الأول السنغال أمادوبا أعلن عن لائحة أعضاء حكومته المكونة من 38 وزيرا رئيس السنغال ماكيسال كان قد عين أمادوبا وزيرا أولا بعض أيام قليلة على تنصيب الجمعية الوطنية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في الحادي والثلاثين من يوليوز الماضي حكومة باع الحالية تضم 38 وزيرا من بينهم ثمان نساء وثمانية وزراء شباب وقد أعيد تعيين بعض الوزراء مثل سيدة عيساتا تالسان وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج ووزير الداخلية سيد فليكس أنتوان ديومي في الفريق الحكومي الحالي وفي المقابل غادر الحكومة وزراء آخرون أبرزهم عبدالله داودا ديالو وزير المالية والميزانية وآبا دهوت وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون ومتربى وزير الرياضة وعبد الكريم سال المكلف بالبيئة ومالك سال المكلف بالعدل وندي سال ديوب وزيرة شؤون المرأة دوليا دائما جددت الأمم المتحدة دعوتها سلطات طالبان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان معتبرة أن إغلاقها منذ سنة أمر مخزن ولا مثيل له في العالم وقال لابين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش في تغريدة على حسابه في تويتر أن الأحد يصادف ذكر مرور سنة كاملة على استبعاد الفتيات من المدارس الثانوية في أفغانستان سنة من إهدار المعرفة والفرص الضائعة من جهة ثانية نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج مائدة مستديرة بالرباط حول موضوع الحكامة الجيدة في مجال تدبير الموارد المائية آية سياسية وإجراءات لمواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية للخروج بمقترحات وتوصيات كفيلة بضمان الأمن الغذائي والمائي هو يام الهادف والمزيد من التفاصيل أمام تفاقم أزمة شح الموارد المائية في المغرب نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج مائدة مستديرة بالرباط حول موضوع الحكامة الجيدة في مجال تدبير الموارد المائية آية سياسة وإجراءات لمواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية اللقاء التشاوري عرف حضور كفاءات مغاربة العالم والخبراء في مجال المياه والتغيرات المناخية والطاقات البديلة للخروج بمقترحات وتوصيات كفيلة بضمان الأمن الغذائي والمالي نوجه الندرة في المياه نظر التغيرات المناخية للجفاف وما يتبعه ذلك أيضا من ندرات الغداء إذن نحاول الاستفادة من خبراء مغربة العالم الذين يشتغلون في منظمات إقليمية ومنظمات دولية ومؤسسات بحثية وربما سيقدمون بجمعة من المقترحات نستفيد منها في السياسة العمومية وفي نفس الصدد صلت الخبراء الضوء على أهمية الحفاظ على المياه الجوفية وكافة الموارد المائية وحصن تدبيرها كما حثوا على إعادة النظر في المياه الموجهة إلى قطاع الفلاحة والدعم الموجه لتحصين السقي مجهودات تقوم بها الدولة ولكن رغم ذلك تبقى غير كافية لأن المواطن يجب أن يساعد وكتعرض بأن الفلاحة تأخذ قريبا حتى الـ 85-90% من الموارد المائية هي يجب أن ندر فيها واحد مجهود كبير وخالص الخبراء إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية كاملة في المجال البيئي مشددين على ضرورة تعزيز التكوين والتحسيس بأهمية هذه المادة الحيوية في الخبر الثقافي بطنجة انتلقت فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع الفيلم اليفوري بالمغرب التي تنظم هذه السنة بموازاة مع فعاليات المهرجان الوطني للفيلم وتأتي تظاهرة في إطار توطيد العلاقات بين المغرب وكوتفوار وتفعيلا لمقتضايات اتفاق الانتاج المشترك وتبادل السينمائي كوثر التجاري أحدت لنا التقرير التالي انتلقت بطنجة فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع الفيلم اليفوري بالمغرب التي تنظم هذه السنة بموازاة مع فعاليات المهرجان الوطني للفيلم وتأتي هذه التظاهرة التي ينظمها المركز السينمائي المغربي بشراكة مع المكتب الوطني للسينما بكوتفوار وبرعاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل وسفارة كوتفوار بالمغرب في إطار الدكرة الستي لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية كوتفوار لمدة سنتين لم نتمكن من تنظيم هذا المهرجان بسبب وباء كوفيد واليوم نحن جد سعداء باستئناف هذا الموعد التقافي الذي يصب في صالح السينما الإفريقية إنعقاد هذه الدورة تزامنا مع فترة تنظيم المهرجان الوطني للفيلم بطنجة سيمكن مرتادي المهرجان والمواطنين الأفارق المقيمين بطنجة ولا سيام الجالية الإفوارية من متبعة الإنتاج السينمائي الإفواري الحديث كما سيشكل مناسبة للمهنيين الإفواريين والمغاربة للالتقاء ومناقشة المشاريع المستقبلية للتعاون والإنتاج المشترك جميل جدا أن نرى السينما الإفوارية تحط الرحال بمدينة طنجة بهذا نكون قد وصلنا مشاهدين لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في موجزا لأهم الألباء في أمان الله